خليفة أبدأ معك دكتور شفيق إذن كما تبعنا في التقرير سنوات تتوالى على العالم العربي أزماته على حالها أو إلى أسوأ لكن العام 2018 هل ترى أنه حمل جديدا يمكن أن يطبع بتأثيراته الأعوام المقبلة والعمل الذي بدأ للتو يعني بالإمكان القول أن عام 2018 كان استمرار لوضع شائك لسياسات الحفة في عملية الحياة التعايش التعامل مع أوضاع عربية شائكة صعبة متحولة لازلنا في مرحلة انطلقت عام 2011 جاءت بعدها الثورة المضادة في العام 2018 وقع توازن ما بين حاجات السكان حاجات المجتمعات تعبيرات الناس وبينما سعت إليه الثورة المضادة من إلغاء لهذه الحاجات وعدم الالتفات إليها وعدم التعامل معها إذن إرهاصات التغيير ترتفع في العالم العربي بينما النظام السياسي العام الذي يعيشه العالم العربي لازال غير قادر على تلبية هذه المطالب أو التعامل معها وبنفس الوقت لا يستطيع أن يعترفوا بها لهذا عام 2018 بدأ لي عاما نسبيا متوازنا بين رؤية التغيير والمستقبل وإرهاصاتها وبين الأمر الواقع الراهن المقيت الذي يسعى لإبقاء الأمور كما هي بينما كتل الشباب كتل المجتمع ملايين الناس تزداد عددا وتزداد احتياجاتها للحرية للديمقراطية للتعبير للقمة العيش للخبزة للحياة الكريمة للاقتصاد المفتوح والمتطور سيد عمر عياصرة الملفات والأحداث التي حصلت في العام 2018 سيكون لها تأثير واسع وكبير في العام 2019 وما يليه أيضا يعني تكون مفصلية أو شهدها هذا العام المنصرم كأحداث مفصلية ستؤرخ لما بعد يعني لا أستطيع أن أقول أن ملفا واحدا سيفرد نفسه الأمر فيه تشابك يعني كما قيل من الزميلين ملعب طبعا من جهة يتأثر النظام العربي فيفقد مزيدا من الشرعية هو ينزف شرعية ينزف قدرة ينزف إمكانية أن يسيطر فينتهي بأنه يسير نحو دولة فاشلة هذا مقال عند عدد من الدول العربية اليوم لا أرى نهاية للمأذق السوري حتى مع الهرولة أو عدم الهرولة هناك حرب هجرت الملايين قطرت مئات الألوف شهداء جرحة كارثة اقتصادية لن يكون بالإمكان أن يعيد بناء سوريا من دمر سوريا إذن أرى شيئا مفتوحا هناك لا يعني أنه سيعني مفتوحا بالمعنى العسكري لكن هناك أبعاد عسكرية لا نعرف كيف ستعبر عن نفسها لكن لا أرى الاستقرار سيكون أحد عناصرها أيضا الحالة العربية مرتبطة بوضع دولي العالم يدخل بحالة اقتصادية أصعب قد تأتي أزمة لكن أيضا ترامب بمأزق وهو حليف لعدد من الدول العربية الأزمة التي يعيش بها ترامب قد تفتح ملفا هائلا ينعكس على العالم ينعكس على المنطقة خاصة إذا ما أزيح وقضية هذه لا أتنبأ بها لست متأكد لكنني أرى أن احتمالاتها اليوم ازدادت عن ما كان عليه الأمر منذ أسابيع قليلة هناك عدة ملفات هناك عدة أبعاد قضية الحرية والديمقراطية وكما حصل بعد اغتيال المرحوم الشهيد جمال خاشكجي أيضا فتحت بابا معينا سيبقى النظر قائما بهذا الاتجاه أيضا في المساحة العامة الحراك السوداني لا تستطيع أن تستبعد أن هذا الحراك فتح بابا هناك باب للحراكات هناك باب لأن تعبر الشعوب عن آلامها عن مشكلاتها عن احتياجاتها عن أزماتها الاقتصادية وبالتالي هذا ملف أيضا أرى أنه قائم القضية الفلسطينية أيضا ملف مهم أرى إرهاصات مهمة سنراها في القدس سنراها في الضفة الغربية سنراها بين غزة والكيان الإسرائيلي إذن هناك مسيرات العودة هناك حركة الوضع الفلسطيني سيكمل ما بدأه في الشهور أو في عام 2018 وأرى هنا إمكانية بعض التحولات النوعية سيد عمر عيزان وموازين القوة دكتور الغبرة موازين القوة التي حكمت الأحداث في العام 2018 موازين قوة الدول العربية ودول الإقليم فضلا عن العالم هل هي نفسها ستستمر في العام 2019 بعد كل هذه الأحداث هل ما زالت كل دولة تحتفظ بقوتها وقدرتها كما كانت في السابق يعني في إطار موازين القوة هناك ضغط كبير لإنهاء حرب اليمن والاعتبار أنها حرب مدمرة للشعب اليمني وللمستقبل اليمني إنهاء حرب اليمن السؤال سيكون في اليمن وماذا بعد إنهاء حرب اليمن بالنسبة للبناء وعادة البناء بالنسبة للشعب بالنسبة للخسائر وغيرها في إطار ميزان القوة أنا أرى تقدم لتركيا في الإطار العام قطر مرتاحة في قدرتها على إعادة ترتيب أوراقها وأوضاعها منذ ما وقع عليها من حصار ومقاطعة في يونيو 2017 في ما وقع منذ ذلك الوقت إذن أرى أن هناك وضع يتعلق بإيران سيبقى هناك ضغط كبير على إيران ربما لا ينهي النفوذ الإيراني لكنه قد يضعف النفوذ الإيراني في عدد من الأبعاد بنسب محددة ربما بسوريا ولكنه لا يختفي لا ينتهي قد تنشب حرب لا بد من حساب هذا في ميزان القوة بين قد تقوم إسرائيل بضربة باتجاه جنوب لبنان باتجاه حزب الله باتجاه آخر قد يأتي إلى سوريا لا نعرف لكن أعتقد أن الاستعداد لهذا أمر ممكن لكن يبدو لي أن الأتراك في موقف أفضل مع العام 2019 وسيكونه في حالة متقدمة أكثر مما كان عليه الحال في 2018 الورايات المتحدة في لحظة انحسار تبدو لي بميزان القوة هذا لا يعني أنها تختفي لا تكون موجودة لا تؤثر لكن في لحظة انحسار ولهذا تأثيرات كبيرة خاصة بالارتجاج السياسي القائم بالورايات المتحدة وعلى مستوى العلاقة بين الكونغرس والرئيس والقضايا التي تلاحق الرئيس سيد عمر عياصرة العام 2018 قليل أشرت إلى أنك لا تتوقع للملف السوري أن ينتهي لكن ألا تعتقد أن ما حصل في العام 2018 سيشكل منعطف أساسي أكان لجهة تدعيم نظام الأسد كبقاء الهرولة العربية والانسحاب الأمريكي من سوريا ألا تعتقد أن كل ذلك سيؤرخ لمرحلة جديدة في سوريا أنا أعي أن سوريا تدخل في مرحلة جديدة لكن بنفس الوقت إذا نعود إلى التاريخ في عام 2003 تغير النظام العراقي ماذا حصل بعد ذلك؟ توقع البعض أن يستقر العراق لم يستقر انظر إلى الأمور التي وقعت من 2003 إلى 2018 هناك مجموعة من القضايا سببت الثورة السورية هذه القضايا ارتبطت بحقوق الإنسان ارتبطت بالمعاملة ارتبطت بمزاجية الدولة ارتبطت بالأجهزة الأمنية ارتبطت بحالة الشعب ارتبطت بالعلاقات بين الدولة والمجتمع إذا لم يستطع النظام الذي سيسعى لأن يتشكل بعد أن يعمل السلام في سوريا وآمل أن يعمل السلام إذا لم يستطع أن يبني حالة دستورية حالة توافقية بين كل مكونات المجتمع الثقافية الدينية السياسية الأطراف التي كانت بالمعارضة الأطراف الأخرى في الدولة الأجهزة التيارات ويبني حالة أكثر قدرة على تلبية احتياجات المجتمع في العدالة في الحرية في التوازن في المعاملة الكريمة في مستقبل أفضل ستبقى سوريا في مخاض المخاض سيأخذ أشكال مختلفة لا يشترط أن يكون بالشكل الذي عرفناه في السنوات الستة أو السبع الماضية سيأخذ أشكال مختلفة لكنه لم تكون أحد هذه الأبعاد الاستقرار الحقيقي بالتالي النظام سيعاني إذا أراد أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه الأحوال قبل ذلك هذا ما تعاني منه كل الأنظمة العربية التي تحاول أن تسعيد أو تعود إلى لحظة ما قبل 2011 لا عودة إلى لحظة قبل 2011 السؤال متى يتم التعامل مع احتياجات الشعوب وفي أي إطار دستوري شرعي قانوني ويخلق إجماع على التحول سيد عياصر باختصار موضوع يعني